مرحباً يا رفاق أنا أدعى حسن في منتصف العشرينات من عمري أعمل مهندساً بأحدى الشركات وهذه هدى زوجتي تعمل مهندسة في شركة أخرى أتيت إليكم اليوم لأقص عليكم قصتي وما حدث معي هل أنتم مستعدون؟ إذن هيا بنا بأحد الأيام استيقظت على صوت زوجتي وهي تقول لي هيا يا حسن استيقظ كي لا تتأخر على العمل ما هي الصاعة الآن؟ السابعة والنصف حسناً لقد استيقظت سأبدل ملابسي الآن خرجت هدى من الغرفة وبدلت ملابسي سريعاً ثم خرجت من غرفتي متجهاً إلى المطبخ وجدت هدى تقوم بأعداد الطعام صباح الخير يا عزيزتي لولا أنك دائماً ما توقظيني لكان قد تم خصم نصف راتبي بسبب التأخير صباح الخير أعلم هذا فنومك ثقيل ولا تستيقظ سريعاً أجل ولكن دعك من هذا وأخبريني ما هذه الرائحة الشهية لقد عادت لك الإفطار الذي تفضله ابتسمت لها وجلسنا نتناول الإفطار سوياً كنت أنسى أن أخبرك اليوم سيأتي المدير الجديد في الشركة هذا رائع أجل أتمنى أن يكون جيداً وليس كالمدير السابق والآن سأذهب كي لا أتأخر انتظر سأتي معك أومأت لها وخرجنا معاً من المنزل ركبنا السيارة وأوصلتها ثم اتجهت للشركة التي أعمل بها وحين وصلت وجدت أصدقائي يتحدثون صباح الخير صباح الخير يا حسن ألا تعلم الجديد؟ ماذا هناك؟ لقد علمنا أن المدير الجديد امرأة وليس رجلان ما هذا الهراء؟ كيف يقومون بتعيين امرأة مديرة علينا في الشركة؟ بالتأكد هناك شيء خاطئ أشعر بذلك كما أن المرأة لا تجد شيء سوى إعداد الطعام وتنظيف المنزل هذا هو عملها الرئيسي ضحكت قائلاً معك حق هذا خطأ المرأة الآن أصبحت تشارك في كل شيء هيك في حديثاً والآن هيا نكمل عملنا حتى تأتي تلك المديرة الجديدة وبالفعل بدأنا نعمل وبعد مرور ساعتين لقد أتت المديرة والآن هي في مكتبها وتريد أن نذهب إليها لتتعرف علينا ومن تكون هذه لكي نذهب إليها؟ وبالفعل ذهبنا إلى مكتبها وبمجرد دخولنا وقعت عيناي على المديرة وصدمت بشدة فقد كانت المديرة هي زوجتي مرحباً بك أيها المديرة أنا أدعى معتز وكيل الشركة وهذا سامي وسامة حسن وشيرين مرحباً بكم أنا أدعى هدى المديرة الجديدة هنا في الشركة سررت بالتعرف عليكم وبالتأكيد سنقوم بعمل رائع سوياً بالتأكيد وكيف لا نقوم بعمل رائع ومعنا مديرة رائعة مثلك شكراً لك يا سيد سامي كما أريد تقارير عن الشركة وحين أوشكنا على مغادرة المكتب سمعتها تقول سيد حسن من فضلك انتظر قليلاً فأنا أريد معرفة بعض الأشياء الخاصة بالشركة توقفت وأنا أحاول السيطرة على غضبي وحين خرج الجميع قلت بغضب كيف حدث ذلك ولما لم تخبريني أنك ستكونين مديرتي في الشركة لقد علمت من ساعة فقط أنني سأصبح المديرة في هذه الشركة كما أنني أشعر بالسعادة لأصدق أننا سنعمل معاً بنفس الشركة أنت بالتأكيد جونينتي كيف يحدث هذا؟ ماذا بك يا حسن؟ ألست سعيداً لأجلي؟ استمعي لي جيداً لا تخبري أحد أنني زوجك وفي المنزل سنفكر في ذلك الأمر أومأت لي وخرجت من المكتب وأنا لا أستطيع استيعاب ما يحدث كيف لزوجتي أن تكون مديرتي في العمال؟ وفي المساء كنت جالساً أفكر في الأمر حتى دخلت هدى الغرفة سوجن مما يحدث ألم يجد أحداً غيرك ليقوم بتعيينه مديراً علي؟ أنا لا أعلم لما أنت غضب هكذا يا حسن وماذا تريدين مني أن أفعل؟ أن أرقص فرحاً أن زوجتي أصبحت مديرتي في الشركة؟ أجل يجب عليك أن تسعد لأجلي وماذا سنقول للعاملين في الشركة؟ المديرة هي زوجتي انظري من الأفضل لأن يظل ذلك سيراً بيننا حتى يأتي الوقت المناسب ونخبر الجميع به وإن لم نفعل هذا لا تجعلني أقوم بفعل أشياء لن تعجبك أريني ماذا ستفعل إذن؟ أنهت حديثها وخرجت من الغرفة فقلت بصراخ حسناً يا هده تذكري جيداً أنك أنت من بدأت الحرب في اليوم التالي استيقظت على صوت هاتفي وكان أسامة صديقي فأجبت عليه قائلاً صباح الخير يا أسامة ماذا هناك؟ يا إلهي أمازلت نائماً؟ هيا تعال سريعاً المدير الجديد غضبك كثيراً بسبب تأخرك هذا حسناً حسناً أنا قادئ نظرت إلى الساعة فوجدتها التاسعة استقمت مسترعاً وبدلت ملابسي وخرجت من المنزل وأنا أشعر بالغضب الشديد كيف ذهبت للشركة دون أن توقظني؟ حين وصلت إلى الشركة قال لي أسامة حمد لله أنك أتيت المديرة غضبة بشدة في الداخل وقعاً قطع حديثه خروج المديرة من المكتب وهي تقول بصوت غضب ما كل هذا التأخير؟ لن أكرر ذلك ثانيتاً سيتم خصني يومين من راتبك أظن بعد ذلك لن تستطيع التأخير مجدداً شعرت بالغضب الشديد يتملكني وقبل أن أتحدث قالت لي أين التقرير الذي أخبرتك أن تقوم بإنهائه في المنزل؟ لم أستطع إنهائه في المنزل لماذا؟ وما السبب في عدم إنهائه؟ أسرار عائلية تحدث يا حسن لا يوجد أسرار على المديرة نظرت له بحدة فتابع يبدو أن حسن يشعر بالخجل من ذلك ولكن سأخبرك أنا أخبرني يا سامي ماذا هناك؟ في الحقيقة حسن ليس مستقراً في حياتي الزبجية نظرت لي بصدمة وقالت هو من أخبرك بذلك يا سامي؟ أجل وأخبرني بأشياء أخرى ويكفي يا سامي هذه حياتي الخاصة ولا دخل لك بها ماذا بك يا حسن؟ أعتقد أن الأمر لا يستدعي هذا الغضب أتركني أكمل لها تحدث يا سامي أسيد حسن دائم النزاع مع زوجته فزوجته شريرة وكائبة الواجه هو دائماً ما تتشجر معه من أقل شيء وهل أنت تعرف زوجته يا سامي؟ بالتأكيد يا أيتها المديرة حاولت دائماً أن أصلح بينهما ولكنها لا تستحق ذلك ولقد أخبرت حسن أن يتزوج عليها ويتركها لكنه رفض لا أعلم لما مصير عليها هكذا لم أحتمل وضحكت وأنا أرى الصدمة على وجهها حسناً سوف يتم خصم نصف راتبي من حسن وخصم أسبوع من أسامة وقبل أن يتحدث سامي دخلت إلى مكتبها وأغلقت الباب خلفها بشدة هذا ظلم كيف تفعل ذلك؟ أنا لم أفعل شيئاً لتقسم راتبي تستحق هذا كي لا تتدخل فيما لا يعنيك نظر لي بغضب وذهب إلى مكتبه فذهبت أنا أيضاً إلى مكتبي وأنهيت عملي سريعاً ثم عدت إلى المنزل وبعد مروري ساعتين دخلت إلى المنزل وعندما رأتني قالت بتوتر مرحباً يا حسن أهلاً يا أتها المديرة هيا قمي بإعداد الطعام سريعاً أومأت بتردد وذهبت إلى المطبخ مسرعة وبعد بضع دقائق قالت حسن لقد انتهيت من إعداد الطعام ذهبت إلى طاولة الطعام وبدأت أتذوقه وقلت ما هذا الطعام؟ ماذا به يا عزيزي؟ إنه يحتاج للملح قامت ودى وأحضرت الملح ثم وضعت القليل منه على الطعام ها قد وضعت القليل من الملح كما قلت بدأت أتذوق الطعام مرة أخرى وقلت بغضب أنت تعلمين أنني لا أحب الملح الكثير في الطعام ثم استقمت بغضب وقلت أنت فشل بأعداد الطعام ولا تجدين سوى الخصم من راتبي أمام العاملين في العمل حسنا يا هودا ستندمين على فعلتك هذه والآن خذي جميع ملابس التي بالخزانة وقمي بغسلها ولكنها نظيفة هذا ليس من شأنك هيا فعلي كما أخبرتك وإلا حسنا حسنا ثم ركضت إلى الغرفة لتحضير الملابس وبدأت بغسلها وبعد مرور الساعة أتت وقلت لقد انتهت أخيرا من غسل الملابس يا إلهي ما هذا لما أصبح المنزل ليس نظيفا هكذا لا أعلم هيا نظيف المنزل جيدا هل أنت من فعلت هذا؟ أجل هيا قومي بالنظيف حسنا يا حسن ستندم على أفعالك هذه لم أتحدث وبدأت هدى بتنظيف المنزل وكنت أشاهدها بسعادة باليوم التالي ذهبت للعمل وحين وصلت قال لي أسامة جيد أنك أتيت يا حسن المديرة تريدك في مكتبها الآن ألا تعلم ماذا تريد مني؟ لا أعلم أومأت له وذهبت إلى مكتبها وحين رأتني قالت بحدة هيا خذ جميع هذه الأبرى وقم بمراجعتها جيدا ما كل هذه الأوراق هذا ليس عملي إنه عمل معتاز أعلم ولكني المديرة هنا وأفعل ما أشاء ما هذا الهراء؟ أنت تصرخ في مكتبي أصرخ في أي مكان أريده وليس أنت من تقومي بإلقاء تعليماتي عليه يبدو أنك نسيت أنني مديرتك في الشركة وأنا من ألقي تعليمات هنا كما أشاء هيا خذ هذه الأوراق وقم بمراجعتها أخذتهم بغضب وخرجت من المكتب متجها إلى مكتبي بدأت بالعمل طوال اليوم وحين انتهى وقت العمل أخذت باقي الأوراق لأنهيها بالمنزل وأنا أفكر في طريقة لأن تقم منها في اليوم التالي استيقظت وكالعادة لم أجد هدى بالمنزل فمنذ أن أصبحت المديرة وهي تذهب مبكرا للشركة بدلت ملابسي وذهبت للعمل وبدأت أنهي بعض الأوراق ثم ذهبت إلى مكتبها وحين دخلت وجدتها تضع أحمر شفاه يا إلهي لقد أفزعتني في المرة القادمة قم بطرق الباب قبل أن تدخل حسنا نايتها المديرة هل أبدو جيدة؟ ابتسمت بخبث قائلا أعطيني أحمر الشفاه هذا سأضعه لك جيدة أعطتني إياه وبدأت أرسم شاربا على وجهها دون أن تلاحظ هذا وحين انتهيت قلت لها هلانا تبدين رائعة للغاية يا عزيزتي وقبل أن تتحدث طريق باب المكتب تفضل بالدخول دخل معتز وحين رأى وجهها ضحيك بشدة وقال يا إلهي ما هذا؟ ماذا هناك يا معتز لما تضحك هكذا؟ لا شيء آياتها المديرة سأت في وقت لاحق خرج معتز وقالت لي ماذا به لما يضحك هكذا؟ هل هناك شيء بوجهي؟ لا يا عزيزتي تجهل الأمر قطع حديثي صوت ترقبا بالمكتب مجددا فسمحت له بالدخول وكان سامي الذي انفجر ضحكا وقال لا أستطيع التوقف عن الضحك ما هذا الذي بوجهك يا أيتها المديرة؟ ماذا به وجهي؟ لم يتحدث وخرج وهو ما زال يضحك نظرت لي بشك ثم أخرجت مرأة من حقيبتها وحين نظرت بها شهقت بفزع وقالت يا إلهي كيف فعلت ذلك يا حسن؟ ستندم سأخصم الباقي من راتبك لا أهتم ستندم يا حسن خرجت من المكتب ضحكا وأنا أستمع لصوت صراخها لي من الداخل وهي تحاول إزالة ذلك الشارع عدت إلى مكتبي وبعد مروري ساعات وأثناء ما كنت أعمل وجدت أسامة يقول لي المديرة تريدون جميعا في مكتبها الآن أتمنى أن يكون خير فهذه المديرة لا يأتي من خلفها سوى الكوارث ضحك أسامة وقال أصمت كي لا تسمعك وتخصم من راتبك أنا لا أصدق ذلك حسن الذي كان منضبط في العمل ولا يتم خصم شيء من خلال شهر يتم خصم جميع راتبه أصمت أنت وهيا لنذهب لنرى ماذا تريد ذهبنا إلى مكتبها وكان الجميع هناك فنظرت لي بحدة وقالت لنا لقد وجدنا مستثمرا جيدا وتعاقد معنا في الشركة وغدا سيقوم بعمل حفل بمناسبة التعاقد وأخبرني أن أدواكم للحفل هذا رائع ولكن متى موعد الحفل؟ غدا في الخامسة ويجب على الجميع أن يأتي بالتأكيد أيتها المديرة جيد والآن هيا اذهبوا وأكمل عملكم عدت إلى مكتبي وأكملت عملي وحين انتهيت عدت إلى المنزل هل ستذهب غدا للحفل؟ أجل بالتأكيد حسنا سنذهب معا ولكن ربما يرانا أحد من العاملين في الشركة ويكشف أمرنا لا تقلق لن يرانا أحد هذه أول مرة أذهب إلى حفل خاص بالعمل ولا أريد ذهب بمفردي حسنا يا هدى أتمنى ألا يفسد الأمر في مساء اليوم التالي بعدما انتهيت من ارتداء ملابسي قلت لهدى لقد انتهيت وماذا عنك؟ هل انتهيت أم لا؟ لقد انتهيت أيضا هيا بنا هيا ركبنا معا في نفس السيارة وبعد مرور دقائق وصلنا لمكان الحفل وبمجرد ما خرجنا من السيارة صدمت حين وجدت سامي يقترب منا وقال لما أتوقع قط أن تأتي المديرة معك في نفس السيارة يا حسان ماذا تقصد بحديثك هذا؟ كما حين كنت في الطريق وجدت السيارة المديرة عطلة بمنتصف الطريق فأتت معي ربما ذهب سامي للداخل فنظرت لهدى وقلت بغضب هل أنت سعيدة الآن؟ كده يكشف أمرنا نظرت لي بحدة ودخلت إلى الحفل فذهبت خلفها بدأ الحفل وكان سامي ينظر إلينا دائما بشك كما كان يهمس دائما في أذني معتز وأسامى بشيء ما ثم ينظر لي حاولت تجهل هذا وبعد ساعتين انتهى الحفل وعدنا إلى المنزل وبأحد الأيام حين كنت جالسا في المنزل وجدت هدى تقترب مني وتقول حسن أنا أشعر بالملل الشديد ما رأيك أن نخرج معا لنتناول العشاء في الخارج؟ بالتأكيد لا يهدى ربما يرانا أحد ما وأنا لن أظل هكذا من حقي أن نخرج معا هيا أرجوك لن يرانا أحد حسنا سأبدل ملابس سريعا أو مأتوا لها وذهبت وبعد دقائق كنا قد انتهينا وخرجنا من المنزل وركبنا السيارة متجهين إلى المطعم حين وصلنا جلسنا على الطاولة وطلبنا طعام فقالت هدى لقد مر وقت طويل على آخر مرة ناولنا فيها الطعام في الخارج أجل ولكن هذا بسببك لم يكن عليك أن تكوني مديرة في العمل هل أتينا لنتشجر هنا؟ انسى الآن أني مديرتك في العمل لأننا خارج إطاره الآن سأحاول أومأت لي وبدأنا بالفعل نتحدث في أمور أخرى غير العمل مرت ساعات وتناولنا الطعام وقضينا وقتا رائعا معا وحين انتهينا عدنا إلى المنزل وخلدنا للنوم استيقظت باليوم التالي بدلت ملابسي وحين خرجت من الغرفة وجدت هدى تعد الإفطار صباح الخير يا هدى لما لا ترتدي ملابس العمل ألا تذهب للعمل اليوم؟ صباح الخير يا عزيزي أجل أشعر ببعض الإرهاق كما لا يوجد شيء هام لدي اليوم حسنا هيا لنتناول الإفطار قبل أن تذهب للعمل أومأت لها وجلسنا نتناول الإفطار وحين انتهيت ودعتها وذهبت للعمل وحين وصلت لاحظت أن معتز ينظر لي نظارات غريبة لم أستطع فهمها ثم وجدته يقترب مني ووضع الهاتف أمامي وقال ما هذا يا حسن لم أتوقع قط أنك هكذا تخرج مع المديرة وتضحك معها صدمت حين وجدت صورة لي أنا وهدى في المطعم ما هذا الهراء هذه الصورة ليست حقيقية بل حقيقية لما أنت غاضب هكذا لقد لاحظت نظراتك للمديرة وقبل أن يكمل حديثا قمت بصفعه ستندم على فعلتك هذه أريني ماذا ستفعل وإن تحدثت في هذا الأمر مجددا أنت من سيندم يا معتز أنهيت حديثي وخرجت من الشركة بغضب شديد وعدت إلى المنزل حين رأيت هدى قلت لها بغضب هل أنت سعيد الآن؟ ألم أخبرك بأن لا نذهب معا هقد رأى أنا معتز وقام بتصويرنا معا كيف هذا؟ هل أنت جاد؟ أجل تشجرت معه وأتيت كل هذا بسببك أنت تركتها ودخلت للغرفة بغضب كان اليوم التالي عطلة من العمل وبالمساء حين كنت جالسا في المنزل سمعت صوت جرس الباب وصدمت حين وجدت أصدقائي ما هذا ولما أتيتم الآن؟ لقد أردنا أن نأتي ونصلح الأمر بينك أنت ومعتز بالتأكيد هناك شيء خاطئ ولكني لا أريد التحدث في هذا الأمر قطعني صوت هدى وهي تخرج من الغرفة وتقول من كان الطارق يا حسن تبقفت حين رأتهم بصدمة هل لم أخبركم يا رفاق ولم تصدقونني؟ ماذا تفعل المديرة في منزلك يا حسن؟ كيف تتحدث هكذا؟ أنا زوجته ماذا؟ هذا مستحيل أجل مديرتي في الشركة هي زوجتي ولما لم تخبرنا بذلك منذ البداية؟ لقد جعلتنا نفكر بأشياء أخرى شجاركم الدائم في الشركة وحين رأيتكم تتناولون الطعام في المطعم شعرت أن هناك شيئا بينكم أعلم أنني أخطأت لأني أخفيت ذلك عليكم ولكن لم أحب أن يعلم العاملين في الشركة أني أتلقى الأوامر من زوجتي في العمل ولكني كنت أحمق فهدى زوجتي سيدة ناجحة وتحب عملها وأنا فخور بها وفخور بأنني زوجها وأنا أيضا فخورة بك يا عزيزي قد شعرت بذلك والآن حان وقت الاحتفال مهلا هيا اذهبوا لمنازلكم وإلا لا هرجوكي يكفي خصما من راتبي ضحكنا بسعادة ومنذ ذلك اليوم وعلم الجميع أن المديرة تكون زوجتي وعادت حياتي إلى طبيعتها ولكن ذلك لا يمنع الشجارين الدائم والخصم من راتبي وإلى هنا أصدقائي تنتهي قصتي أتمنى أن تكون قد نالت أعجابكم إلى اللقاء في قصة جديدة